حكومة محافظة صلاح الدين عملت منذ سنوات على رفع الظلم الواقع على الشباب وإيجاد فرص عمل لهم لهذا كانت تنادي دائما بأهمية أن تتدخل الحكومة المركزية في هذا الملف المهم وأن تشرع القوانين التي تخدم الواقع الصناعي والزراعي من خلال تفعيل القطاع الخاص والاستثمار لاستعاب شريحة العاطلين الذي كان لهم صوت مدوي في تظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية الزميل أحمد صلاح الدين والتقرير التالي بخطوة إيجابية اتخذتها الحكومة الاتحادية بهدف تسريع الإصلاحات التي طالب بها المتظاهرون منها توفير فرص العمل والقضاء على البطالة وأزمة السكن والنهوض بالواقع المعيشي وفي ضوء هذه الأحداث المهمة اتجهت الحكومة إلى تلبية جميع المتطلبات المشروعة والتي من شأنها توفير ما يحتاج إليها الفرد والمجتمع بعدما عانوا طيلة السنوات الماضية من التهميش والإقصاء وفي إذر ذلك اتخذت محافظة صلاح الدين وبتوجيه مباشر من الدكتور المهندس عمار جبر خليل جملة من الإجراءات منها تكليف رؤساء الوحدات الإدارية بجرد أعداد العاطلين عن العمل وتقسيمهم إلى ثلاث فئات وحسب الشهادة العلمية الحاصل عليها المواطن بهدف توفير فرص عمل لهم ضمن توجيهات الحكومة الاتحادية وفي توقيتات زمنية معينة تتيح تنفيذ الوعود التي قطعتها الحكومة تجاه تلك المطالب وفي هذا الصدد تعمل حكومة صلاح الدين ومنذ وقت طويل إلى رفع المعاناة عن كاهل شريحة الشباب حيث سبق لها وأن قامت بإجراءات منها تسجيل أعداد العاطلين عن العمل من خلال تجمع كبير أقيم في ملعب صلاح الدين الرياضي لتكون هنا قاعدة معلومات أساسية تعتمد مع توفر أي فرصة من خلال التواصل مع المنظمات المحلية والدولية العاملة في المحافظة لذا ياتي التوجه الحكومي الآن ليلبي مطالب المتظاهرين لتكون صلاح الدين واحدة منها خصوصا وأن أعداد العاطلين زاد فيها جرى ما ألحقه الإرهاب بها من دمار في المشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية